طيب خامسا أكثر من موجبات العتق من النار في العشر هذه يعني الجزاء من جنس العمل من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه من سترى مسلمين سترى الله من أنفق في الخير أنفق الله عليه من عفى عفى الله عنه من جاد جاد الله عليه من خضع لله وتواضع رفعه الله من أعتقى الرقاب لوجه الله أعتقى الله رقبته لو قلت طب أنا ما نحصل العتق الآن أنا ما نحصل العتق كان السلف كان أبو قلابة يعتق في آخر شهر رمضان جاري حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعتقى امرأة مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواب بخانيا مسلم طيب فإذا ما عندك في أعمال فيها فضل العتق مثل التهليل تهليل يعدل عتق الرقاب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل وعشر رقاب عشرة كأنك أعتقت عشرة عشرة وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحدا بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك روى المخاري المسلم